في الآونة الأخيرة غيرت عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي للوضع الأمني على الحدود الشمالية بشكل ملموس تمكننا من القضايا على شخصيات قيادية في تنظيم حزب الله الإرهابي مما ألحق ضرراً كبيراً بقدراته إنجازاتنا مستمرة لكننا ندرك تماماً أن المهمة لم تكتمل بعد هدفنا واضح ضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان ومنع تكرار أحداث دموية مشابهة لما حدث في السابع من أكتوبر ما يطلق عليه حزب الله خطة احتلال الجليل هو محور جهودنا لتصفية الإرهابيين الذين يهددون حدودنا حيث قضينا على أكثر من ثمنمائة إرهابي من حزب الله بينهم قاضات بارزة مثل المدعو حسن نصر الله والمدعو إبراهيم عقيل والمدعو علي كاركي هؤلاء القاضة كانوا من أبرز من خططوا لخطة احتلال الجليل نحن مستمرون في القضاء على قادة التنظيم وأخلافهم لقد أنشأ حزب الله بنية تحتية إرهابية في الكرة القريبة من الحدود ومنذ بداية الحرب نفذنا عدة عمليات برية لتدمير هذه القدرات حيث دمرنا أكثر من سبعة مائة هدف القوات دخلت القرى والتضريس الصعبة واقتحمت فتحات الأنفاق تحت الأرض حيث كشفت عن مخازن الأسلحة والأنفاق ودمرت الوسائل القطالية بعناية فائقة بما في ذلك تلك المصنعة في إيران هنا قرية ميس الجبل اللبنانية منذ اندلاء الحرب استهدفنا مئات الأهداف الإرهابية في هذه القرية جمعنا معلومات استخباراتية حول منزل على مشارف القرية يستخدمه عناصر حزب الله حيث حفروا تحته بنية تحتية قطالية تحت الأرض هذه البنية التحتية كانت معدة لتكون قاعدة للإعداد قبل اقتحام الأراضي الإسرائيلية قواتنا كشفت في الطابق الأرضي عن مستودع للوسائل القطالية وفي الطابق السفلي وجدوا فتحة نفاق تحت الأرض تمتد لحوالي 150 مترا في النهاية دمرنا النفق والمنزل عبر هجمات برية وجوية في قرية كفوركيلة منذ اندلاء الحرب استهدفنا مئات المنشآت التابعة لحزب الله في هذه القرية في إحدى العمليات هاجمت قواتنا منزلا آخر بعد تلقي معلومات دقيقة حول بنية تحتية تحت الأرض وجدت القوات فتحت نفاق في غرفة الأطفال تحت السرير وأثناء التفتيش اكتشفوا نفاق طوله حوالي 100 متر مليئا بالأسلحة في النهاية تم تدمير النفاق والمنزل ومستودع الوسائل القطالية عبر الهجمات البرية والجوية وهذه قرية عيت الشعب حيث استهدفنا مئات الأهداف التابعة لحزب الله بما في ذلك المواقع العسكرية ومنصات الإطلاق ومخازن الأسلحة هنا عثرنا على شبكة متصلة بنفاق يضم مخازن الأسلحة وغرف القيادة الخاصة بحزب الله قواتنا اقتحمت النفاق وكشفت الأسلحة داخله ودمرت المجمع بالكامل هذه العمليات تشكل جزءا صغيرا من عشرات العمليات التي نفذناها لتدمير قدرات حزب الله في الثامن من أكتوبر انضم حزب الله الإرهابي للحرب إلى جانب دواعش حماس ورغم تحذيرات إسرائيل من العواقب يواصل حزب الله في عدوانه ضد السيادة الإسرائيلية هذه رسالة واضحة للعالم حزب الله ينتهك القرار الأممي 1701 الذي يحضر على أناصر مسلحة في جنوب لبنان من تواجده وهو قرار لم تتمكن دولة لبنانية أو اليونفل من تنفيذه إسرائيل لن تقبل بوجود تنظيم إرهابي قرب حدودها ولدينا الحق والواجب لتغيير هذا الواضع بينما نواصل عملياتنا في غزة نعمل أيضا على تأمين حدودنا الشمالية وفق خطة محكمة لضمان عودة السكان إلى ديارهم ولا يزال هناك الكثير مما يجب إنجازه ونحن ملتزمون بإكمال المهمة حتى تحقيق هذا الهدف ترجمة نانسي قنقر